اللي اختي فاندي باختيارك وزيرة للهجرة ازاي؟ كنت بشتغل في القنصلية العامة في دبي وكنت يوميها يعني تلقيت كده اتصالات تليفونية وبلغوني انه سيتم ترشيحي لمنصب وزيرة للهجرة وقبل لما انزل الحقيقة خدت اذن وزير الخارجية لانه هو رئيسي المباشر بالنزول لانه طبعا التليفون كان مش من وزارة الخارجية وفعلا نزلت وعملت يعني مقابلة شخصية مع الله يرحمه المهندس شريف اسماعيل كان وقتها هو اللي بيشكل الحكومة المصرية وبالكلام بعديها تم اعلان القرار انه انا يعني خلاص اخدت المنصب وحاقوم بالقاسم امام السيد الرئيس اول لقاء مع الرئيس بقى يعني انتباعات حضرتك عنه كانت ايه؟ مقابلة السيد الرئيس ليها هيبة وخضة وان انت تقف قدام الرئيس علشان تاخد منه تكلفات كمان وزارة مش موجودة يعني ممكن الوزراء لسه ده الشغل اه الشغل فيها نحنا لسه مفيش حاج خالص تكلفات لسه ده الوزراء التانين يعني مفهوم معتدة اه اه وبنكمل الشغل الموجود انما الوزارة ما كانش فيها ملفات اه اه انا فاكرة كويس جدا كلمة السيد الرئيس دي اللي هي مازالت كانت في مخي في كل شغلي التواصل الحقيقي ترجمة نانسي قنقر